مدرب على القيادة توني فغالي ضيفنا اليوم بليديرشيب تنحكي عن كيف في الشخص أو شو هنو الطرق يلي في الشخص من خلالهن ينهض من بعض السقوط أهلا وسهلا فيك توني مرحبا كيف كريستان توني مثل في الحياة بالشغل كمانا تعثر موجود دايما يعني كل شوي منتعثر كل شوي منتعثر ويمكن أصعب شي هي أول مرة منتعثر فيها نرجع نعرف كيف منا نرجع نقوم من بعضها بعدين نتصل خلال سفا مع حالنا كيف منا نعالج الموضوع ونحن كيف نوع أو شو نوعنا نحن ننهض من الوقع أو التعثر أوكي مزبوط هلأ قلنا نقول نحن كم نوع في من الأشخاص بحسب كيف بيستجيبوا للتعثر اشتغلنا على طول معينة أداة معينة يلي بتخليها أونلاين بتساعدك تصند في حالك لـ 12 نوع 12 صنف تصنيف من الأشخاص يلي بيتعثر يلي بيقعوا يلي بيتفركشوا باللبناني من أولى حسب إذا من بعد ما تاخدي هذه التول ممكن تكوني أنت مثلا تمش تاست بين عمل ايه تاست كويز أونلاين ممكن فولر أركيتيب ممكن أنت تاخديه ويطلع مثلا أنت دير دافل دير دافل يعني المجازفة يعني أنت عادة بتفوتي بوضع معين بتعملي كالكوليتد ريسك بتدرسي الريسك اللي أنت فيه وبتقدمي بتضحشي يعني في عندك نوع من الشجاعة المعينة بتبقى فيك أنت ما بتخافي ولح تتعثري يعني ما في شكلنا إذا بنلعب حيلا لعبة وعم نحكي هون بريادة الأعمال بالشركات دايما في فركوشي مثل ما بقول لا محال طب كيف تطلعي منا وهيذا طبعك ممكن يكون طبعك تاني طبع المخطط المخطط دايما قاعد يقول أوكي أنا هلأ تعثرت برجع بقول هيدي زي حتني أديه عن الهدف تبعي كيف بقدر جلس كيف بقدر زبط تالت نوع The Bouncer The Bouncer المنطلق هيدا بيوقع دغري بيقوم positive وبيضل عم يركض بعدين لما يهدى شوي بيتذكر تخلق شو صار بقى هون هون الحلو إذا بدل شركات معينة أو إذا أنت بدك تأسس شركة عادة شو بيصير بيتفقوا الشباب مع بعضون والصبايا بيقول أنت ماركتينج أنت CEO أنا business development تنقول بروح بجيب الشغل بنتطلع على هيدا اللفل في لفل في إطار تاني نوع من طابق تاني فوق هون حلو نعرف كل واحد كيف هو بيتعثر كيف رد تفعله على التعثر وإذا فيه يتعلم منه ويمشي يعني الشخص يجب أن يفهم كاركتره وليجب حتى بالشغل يعني الـ HR أو الإدارة تفهم كاركتر اللي الموظفين عنده تتعرف إذا كل واحد بالموقع المناسب تتعرف كيف تتعامل مع كل واحد بس يتعثر طب إذا الشخص هو بده يفهم حاله شو هي الأمور المعينة أو تخذوا كاركتر يلي فيه تطلع فيهم يلي هني كمان مشذين بالكوز بس نخبر المشاهدين اللي هني بيأسسوا أو هني بيحددوا شو هو أي نوع أي نوع متعثر أو أي نوع رد تفعل بيعملها من بعض التعثر الكوز درسينه بطريقة أنه بيسألك أسئلة وبيحطك بكيسز بوضع معين بيقلك إذا أنت بهالوضع كيف ردة فعلك بفرجيك صور بتشوفي أي صورة أنت بتتواصلي معها أكتر بتنقيهم هولي هلأ ليكي مثل يلا بنسميه инструмент أو أدات منا يعني منا نيوكلير ساينس طير صوريخ إنما دقيقة لدرجة نيحة لدرجة أني بتعطيكي توجه معين الأسئلة هي بتجاوب ويعني في عنا فيرسيون عشرين سبعة وعشرين سؤال وفيه وحدة تانية طويلة كتير يلي بعدها under development مثل ما أقول وكمان يعني سو هيدا اللي بيعطيك التوجه أنت كيف وكيف أنت ممكن تستفيد بغض النظر ما ضروري تكوني بشركة يعني في اليوم عنا زملاء كتير كوتشز كتير لايف كوتشز سبورتس كوتشز كلهم ممكن كمان هني يقدروا يستفيدوا من هاي مع الأشخاص اللي بيشتغلوا معهم هيدا الانجل فتشنا علي يعني هيدا الوجهة النظر ما شايفينا بعد موجودي من محل تاني بس تيقلوا للواحد أنت كيف بتوقع كيف تتعثر وكيف ردة فعلك على التعثر تحت الهوى سألتيني سؤال أنه خلاص لما واحد بيصير إذا هو ستراتيجست تنقول هو المخطط وهو المخطط وبس لا مثل حيالة شي يعني خلينا نخده على شي سهل أصحابنا الباسكتبول إذا عم بيلعب باسكتبول وتفركش أول مرة أو تاني مرة بيوقف لا بيكمل بيكمل صح بيلعبوا كونتاكت سبورتز يعني جودو أو هؤل قصص أول شي بعلموهم كيف يوعو كيف يوعو تحت ما يعوروا حالهم يأزوا حالهم صح سو هيدا زيت الفكرة كلما تعرفي أنت حالك أكتر كلما تفوتي على وضع معين وعلى أساس هيدا الوضع اللي أنت بتكوني فيه بتصيري تتمرني أكتر بتصيري مرتاحة مع حالك أكتر هوني بيوصلك على نتيجة أحسن تب حال أنا عرفت حالي أو الشخص عامل هاتس تعرف حاله هو من أي نوع هل في أم بأمور معينة يقدر يغير إذا هموا حب إنه هذا هو هيك يعني صح أي بيقدر أكيد بيقدر بمجرد عرف بيقدر هلأ في في عندك نوع أشخاص بيضربوا حساب لو هيدا شو رح يصير طب وإذا صار هيك شو رح يصير يعني بفوتوا ستة سبعة خطوات لتحت وبعضهم قاعدين وعن بيحللوا ممكن تصيروا أسهل من هيك أكتر في ألصاص ما بيقدروا يغيروها بحالهم وما بيعتقد أنا عم بيحكي عن يعني عن جد ما بيدعي أني أكسبورت سايكولوجي بس الخبرة بتقلي أنه بيقدر أنا أعمل مانجمنت إدارة لكيف أنا وبيقدر كمل إذا عم بعمل تيم عم بعمل شركة عم بعمل فريق معين بيقدر كمل اللي أنا عندي فيه نقص مع شخص تاني هو اللي عنده تكامل أنا وياه بالشخصية يعني الأشخاص بذات الشركة أو بذات محيط العمل بيعملوا مثل توازن بين كاراكترك الواحد من ناحية التعثر والفشل لا لنوصل لنقطة الفشل بعد شبت بسئلك سأل توني نحن بس تنقول إذا الشخص بي عالم الأعمال توليات تنقول باونسر هل برات عالم الأعمال إن كان مثلا بعالم الرياضة إن كان بحياته العاطفية إن كان بحياته العائلية هل بيكون هو ذات النوع ولا بيختلف نوع الأشخاص وتعاملهم مع التعثر استنادا على المحيط الموجودين فيه أو على دورهم بالمحيط الموجودين فيه بعد ما عنا ديتا بس رأيه مثل ما بيقوله أول رأيه لا بتتغير تتغير ممكن جدا أنا أكون بالعمل لأنه مش مدرب على التعثر كتير ومنهضت كذا مرة كتير بظل مستحي وبظل منتبه وبظل هيك إنما طلعيني على سكي سلوبس على السكي وحطيني على سنوبورد بتلقيني طالع من فوق لتحد كل الوقت وما فرقيني معي ليه الإطار والخبرة هايدي بتخيل هيك أو ممكن حتى بيكون قاطع بعلاقات عاطفية فيها كتير تعثر بيصل لما حال خلاص يدري تعامل مع التعثر أهيا وما يتعامل مع التعثر بمجالة العمل صح مية بالمية بالريليشنشيبس كمان ممكن ممكن جدا بيرتاح أكتر بهاي ما بيرتاح بهاي بتخيل بتخيل هايدي صحيح اللي عم بتقليه أنت تفرق حسب المحيط وحسب دور كل واحد نحن حكينا عن التعثر هلأ التعثر ما بيعني فشل مزبوط صح أمات التعثر بيصير فشل فيه إلى نقطتين واحد كيف هو بيشوف حاله واللعبة اللي عم بيلعبها بسميها اللعبة أنا يعني إن كان بالأعمال بالشغل إن كان بالسبورت بالرياضة هو كيف بيشوف حاله ممكن جدا وفي عندك كوبين ميكانيزم يعني التكيف التعثر فيه ناس بتشوفها خلصة الدنيا وفيه ناس بتشوفها آه هايدي فشخة وحدة خطوة وحدة وفل الهدفة تقدر أوصل على هدفة هيدا بيسموه the student الطالب الطالب دائما شو تعلمت من هاي الشغلة وبعدني ماشي هلأ هل قامت بقرر إنه صار فشل إجمالا مثلا إذا حطيتي هدف لحالك بفترة معينة حددتي يعني فيه جول معين هدف والهدف إله smart goal إله إله خمس إشي بيبقى إله محدد تمام إذا وصلتي للوقت وما سلمتي على الوقت وهيدا وهيدا ما علش بتقولي بهاي الشغلة أنا فشلت ومنها آخر الدنيا بأصحابنا الباسكتبول كمان نرجع لهم مباراة خسروة ما خلصت الدورة فشلوا لا طيب كانوا مهدفين يطلعوا الأول ياخدوا الكاس طلعوا اثنين فشلوا ما بعرف هي هيدا شوي رلاتيف لكل شخص هو تصنيفه للفشل شو بيكون إيه وحسب هو الشخصيته حسب أدي حتى حاله ضغط تو ينجح بالحياة صح بقى هون منفوت بقصص سيدة بس في قصص كمان كتير كتير واضحة تبقى محددة يعني ما فيني أنا وياك عم نقررنا على شي معين وفي خط معين باللعبة عم نلعبها إن كان باسكتبول ثري بوينت ثري بوينت لاين مش تا دي بيت يعني مش أنا بدأت ناقش أنا وياك على خط ثري بوينت خلص أنا لأ بيجي الحكمة هدني ومزيح ثري بوينت لا عيدة ثري بوينت لأيلي غير ثري بوينت لأيلك هوني بتصفي شوي شوي دائعة هلأ نحنا بالحياة كلنا نتعثر وينما كان الآن تناحكي شوي عن ناحية الشغل نعم بحال تعثرنا بشغلنا كيف لازم نفكر وشو هي الطريقة والأفكار يلي لازم نزرعهم براسنا كرماني كنا نتعثر هيك يعني شيء وبيقطع عرفت مش كتير نقف عليه وندمر حياتنا ونوره عم شوف يعني عم بحكي مع كتير أشخاص بروفاشنال بال وين ام كوتشين رايت منا آخر الدنيا منا آخر يعني عن جد منا آخر الدنيا اللي بيتعثر حسب أنت شخصيتك شو شو بديك تعملي يا بتتعلمي منا يا يمكن تكون رسالة كبيرة يعني بتطلع لوحد بيوجه بتقله انه خلاص صرت بيعط لك أربعة وبعد ما عم يعني صرت متعثرة كذا مرة بديك تعرف إمتى توقفي أنت بتأمن أنه لازم الشخص يوقف إيه أوقات إيه أكيد بللي لا منا آخر الدنيا أوقات لازم يعني هو مقتنع إيه وأوقات يعني يا أما هو بدي يقتنع بيشوفها بدي يعرف يقرأ الرسائل اللي عم تجي إن كان من محيطه إن كان مع الناس اللي حوله شو عم بيقلوله أو ما عم بيقلوله هاي أهم شو عم بيقلوله أو ما عم بيقلوله وهوقات بتحسي أنت حالك إنك إن يور ألمنت أنت بطبيعتك وين موجودة اليوم وين قاعدة وشو عم تعملي أنا وياكي هلا بتحسي مرتاحة صح بتحسي الفريكونسي مرتاحة إذا بت معدتك أنا بقول رجع للمعدة عن جد واحد يرجع للمعدة قبل القلب وقبل الراس وقبل الهيدا هي بتاعكو صغير الأفكار اللي أنت عم تحس فيها وحتى بالإنكونسيان طبعاك يعني مش بس الأفكار اللي أنت ويع عليها أفكارك باللاو عيد غير بتحسهم بس بديك تلقطي هو أجعل معدي تغربت القط أجعل معدي معي بحق تفعل تونيا إذا هيك منعطي مثل نصايا عملية للشخص أعتبر أنه ما بيعرف حاله إذا لازم يبقى بهالدوماني اللي عم يشتغل فيه أو بهالجاب اللي عم يشتغل فيه ولا ما عم بيقدر القط سيني على طريقة مظبوطة إذا هيك منعطي مثل تبس معينة كيف الشخص يرجع يوقف من بعد التعثر أو يوقف من بعد الفشل أو خليه يعرف كيف وان تول وان قدات يشوف الكوز كيف بيتحثر موجود بيقدر ياخده اتنين يلاقي كوتش حوله هلأ يا كوتش مدرب هو عنده سورتيفيكيشن أو قات بيبقى بشركات كبيرة فيه شخص بيقدر يساعد بهك شي أو يلاقي شخص بيرتح له أو قات ما ضروري يكون بروفاشنال تاني ميل الوضع المثالي أنه يلاقي حدا بروفاشنال يقدر يستعين يعني يروح يطلب منه مساعدة أو قات صديق بس صديق من هيدا الممكن يزعلك طيب بساعد ايه بس ما دروس مش بوزيتف تنكين على العميانة يعني هيدا النظرية بيجي بيجي أسترس كاكب بفونت ستة ستة بوينت تحت مش على العميانة وهل المحيط بالشغل إن كان الإدارة إن كان الموظفين تانيين يعني زملاء للشخص عندهم دور كبير بإنه يساعدوا يقوم من تعثر كتير تعالف الناس ما بتترك شركات الناس بتترك الناس اللي عم تشتغل معها صح بتترك المانجر ما بتترك الشركة أو قد بتحب كتير الشركة اللي قاعدة فيها بس لأنه منك بتتفقى مع الشخص يلي كل يوم عم بتشوفيه بتتركي المحيط كتير منيح وما ننسى إنه كلنا تعثرنا وعم نتعثر ولح نتعثر وما ننحنا واحدنا بهالدني صح بقى إذا بعطي اليوم أنا بكرة حدا لحيعطيني صح طالما عم بقدم شي وين أنا موجود What goes around comes around توني فغالي مدربة على القيادة أهلا وسهلا فيك معنا بم تي بي إلايف مشاهدينا هون كنوا صلنا لانهاية حلقتنا لليوم ترونا بكرة أكيد بحلقة جديدة من أم تي بي إلايف ومع مواضيع جديدة ومختلفة أنا بشوفكم الأسبوع الجي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة